فضيلة الشيخ خفقكم الله يقول هل من يلمس الكلب أو يلمس الخنزير بيده هل يجب عليه أن يعيد الوضوء أو يغسل يده فقط إن كان يابساً ولا عليه يلمس ولا خالف ولا غسل يده أما إن كان رقباً يغسل يده يغسل يده نعم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله فتاوى شرح كتاب العندة في الفقه للإمام بن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله مرتبة على أبواب فقهية إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة ترجمة نانسي قنقر